ماذا جرى لفريق الرجاء في الجزائر؟ مفاجئة للفريق الرجاوي، لماذا مفاجئة؟ لأن مقابلة الدهب كانت فيها جميع أنواع الحفاوة المغربية المعروفة كطقوس ضرورية في حياة المغربة كان الاستقبال الفريق وفاق سطيف على أعلى مستوى وبالأخص أعضاء المكتب والألوف الإعلامي في حفل عشاء متميز لحضره الرئيس وفاق سطيف لمن قدر شي ندكر سميته لكي لا نغلطش فيها وكانت كل الأشياء لا في الاستقبال في الملعب ولا الجمهور دياله ليجا خضل من صر رسمية فكنا نأمله أنه يكون على الأقل على الأقل إلا ما كانت شي حاجة ما تكونش ناقصة على هذه الحفاوة إلا أنه تبين بأن الجمهور الجزائري نحييه بهذه المناسبة لأنه بين على محبته للمغربة والأخص الجماهير اللي كانت في الطيف كانت تزور الرجاء في كل وقت وفي الملعب كانت تشجع الرجاء ما فوجئنا به هو التجسيد ديال الضغينة والحقد والحسد والغيرة من هذه البلاد من طرف المسؤولين ديال الجزائر الدليل على أن كل أنواع الأمن كانت حاضرة وياليتها كانت حاضرة من أجل حماية الضيوف ولكن كانت حاضرة من أجل أن تظهر عضلاتها وقواتها وكل أسلحة ديالها وهي تعنف كل مكونات الرجاء بصورة قمعية بشعة ووحشية لا على مستوى أعضاء المكتب بالأخص رئيس الفريق محمد بودريقة اللي تلقى أنواع البسق والتعنيف الجسدي واللفظي من طرف السيد الرئيس ديال ويفاق سطيف وثم أن الجماهر الرجوية كانت ضحية ديال هاد العنف بشكل هستيري وكيبيا على أن الجزائر الرسمية تحمل هاد الحقد الضغينة لبلدين شقيقي أحسراء لبلدين يؤمنوا بالحرية بتجليتها الكاملة لأنهم فوجئوا بهاد الحضور الإعلامي اللي مش غير باش ينقل ما كيشوف المقابلة فإذا بيخضحقوا من العنف والإخوان الصحفيين راهم الآن يحملون علامات غتبقة تاريخية ديال هاد العنف في الأجساد ديالهم واللي ما زال فيهم اللي كي تبع العلاجات دياله باستمرار الآن هو ملتحق تحت بالعمل دياله فأي نقاش وأي تعليق عن هذه الصور التي هي متبتة واللي اعتمد عليها نادي الرجاء في الجزء الثاني إنه ماذا يجب أن يفعل نادي الرجاء حول هذه الأحداث فقام بتطبيق القانون وهو مكاتبة ورفع شكاية إلى الاتحاد الإفريقي في الوقت المناسب ويهيئ الآن تتمت الملف حسب الضوابط وحسب المرمجة الزمانية اللي محددها الاتحاد الإفريقي باش يرفع كل تفاصيل على هذه الأحداث لرفقة هذه المقابلة لعرضها على الاتحاد الإفريقي لأنه هو الجهة المخول لها قانونيا أن ترعى هذا الدوري الذي تنظمه هي هذا الجهة الاتحاد الإفريقي وقد وضعت له دوابط ووضعت له آليات تنظيمية فالسؤال المطروح هل هذه الدوابط وهذه التنظيمات تمت مراعتها انطلاقا من الاستقبال انطلاقا من تهجمات على الجمهور وعلى اللاعبين وعلى المسيرين وعلى اقتحام الملعم من طرف السيد رئيس دي الوفاق السطيف بشكل هستيري وهو يستعرض عضلاته على الجميع هل رعية في احترام حتى الضوابط القانونية الواضحة بتلك الصورة البشعة اللي ملقيناش نشوفها حسنا أننا ملقيناش نشوفها وأن الأطفال المسؤولين على جمع الكورات تم إجلاؤهم مباشرة بعد انتصار الفريق دي الوفاق السطيف وهو محقق نتيجة التقدم وأكثر من ذلك أن في الوقت اللي سجلت الإصابة الرجاء تم إقحام الكورة بشكل كورة تانية في الملعب بطرف فاعل مجهول لكي تجسد البحث عن خلق مشكلة حتى ولو قبل الحكم تلك الإصابة التي رفضها بشكل من الصعب أن يرفضها حكم نازيه إذن كل هذه الحيتيات تم إعدادها في ملف المتكامل وإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لتعرض على اللجنة المختصة لمراجعة هذه الضوابط التي كنا نأمل أن تظاهر من هذا الحجم دي الأكبر تظاهر عصبة الأبطال الإفريقية فإن نحن من عصبة الأبطال الأوروبية ما المانع أن نحاول أن نتشبت جميعا بهذا الخيط الذي سيصلنا إلى أن نكون على الأقل قاربين من طقوس نتظيم المقابلات للعصبة الأبطال الأوروبية نأمل أن الاتحاد الإفريقي يكون ولو مرة واحدة قويا على إتبات قوانينها على أرض الواقع المهم على أن التتبع وأن السؤال عن حالة الفريق بكل مكوناته كانت حاضرة في اهتمامات الحكومة المغربية وعلى مستويات متعددة